بقى مطلب شعباوي طب هو احنا لغاية انت هو ما جايش ولا نفسي اللي بيلفوضه حسام حسن بالذات يرجعه نفسه شوية يعني نفسي يرجعه نفسه شوية في ايه الناس بتاخد انطباع في الكرة مثلا ما تيجي تتكلم حد مسؤول في الكرة لا 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 حسام لا ليه يقولك اصل هو سنة مش عالة ايه تخاني معمين وسنة ايه يا عم كان زمانة كان عنده عشرين سنة اللي تعده خمسين سنة فالموضوع تغير يعني انت النهاردة بتقودش يتحاسبني طول الوقت عن فترة تهوري عن فترة شبابي حاسبني بالوقت الراهن يعني حسام حسن بتحاسب حسام قريب جدا بتحاسب على مدار سنة كلها لو كانت خانق مرة ولا مرتين ولا اي حاجة فبيتحاسب عليهم انا نفسي اتخانق مع لما كانوا في المصري وهو عنده وبرده يعني منه رايب اتخانق معها مصور يعني ووقع شهيرة وحالتك عارفها وهو يعني برضه كان مدرب ما كانش لعب انا بقولك الناحية التانية بتفاك يعني اللي الناس بتتكلم فيه وما امه يعني يعني مش عايزين اعجب تتكلم عن فور؟ لا ما انت عارف تدعيات القصة مش هينفع تتقل على الهوى ده رقم واحد ده حكت ليه؟ ماشي نمر اتنين لا انت اللي عايز نقول اهوه؟ لا براحتك يعني برضه وقتا ما كان مدرب انا بكلمك بقى وهو عنده بقى مدير فني مش لاعب يعني مش هقولك اتشارت ومش عارف ايه لما كان لاعب لكن انا بتكلم في حاجة بقى مهمة جدا انه هو لما بقى مدرب لا كابتن استس جمال عنده مشاكل كابتن ابراهيم حسن لما كان فترة من الفترات مدير للمصري برضه كان فيه مشاكل يعني الكرة لابد الشغب على فكرة الكرة اتخلق منها مشروع الشغب بشكل عام يعني هات مدربين العالم كلهم هتلاقيهم برد لعضهم هطلع فاصل وانحاول نجيب الكابتن حسامة وكابتن ابراهيم يدخلوا معنا طبعا ينورونا ويشرفونا طبعا بعد الكلمتين اللي قلتهم دول مش هيدخلهم نطلع فاصل وانرجع نتك